يعني من خلال ما تتابع في قطاع غزة ما غاية الاحتلال الاسرائيلي من انتهاج هذه السياسة سياسة المجازر بهذه الوحشية في القطاع أنا لا أعتبرها فقط المجازر هي صفة صغيرة بمخطط كبير هي تطهير عرقي هي أرض محروقة هي إنهاء الوجود الفلسطيني في غزة لطالما كانت غزة كابوسا بالنسبة للاحتلال الاسرائيلي حتى أننا رأينا واسرائيل في أوج قوتها اضطرت تحت ضربات المقاومة ورفض الشعب الفلسطيني اضطرت أن تترك غزة وتخرج من غزة رغم أنها خرجت مثقلة لم تكن تريد القادة الاسرائيليون لم يخططوا ولم يريدوا أبدا أن يخرجوا من غزة لكن الانتفاضة التداعيات الكبيرة لغزة التداعيات العربية التداعيات الاقليمية الدولية الضغط الداخلي الإسرائيلي كل ذلك أفضى إلى خروج إسرائيل من غزة لكن بعد ذلك دائما كان يتحصر القادة الاسرائيليون يجب أن نعلم حقيقة لماذا إسرائيل متمسكة بتدمير غزة وما يحصل الآن هي حاولت إقناع الدول الغربية كل الدول الغربية دون استثناء بالسكوت على ما يحصل في غزة لأنها تريد تطهير غزة تريد أرض محروقة كما حصلت في ألمانيا بمعنى آخر تريد تهيير السكان بأي طريقة أخرى عمدت إلى كل الأسليب كل الحيال كل الخطط من القتل وقف الغذاء سياسة التجويع التي المحرمة دوليا الدوس على كل القرارات الدولية في غزة المجلس الأمن اجتمع أكثر من مرة أتغير الرأي العام العالمي فضح إسرائيل لكن رغم ذلك إسرائيل ماضية لماذا؟ ببساطة مطلقة لأنها أقنعت الولايات المتحدة أكبر دولة في العالم والداعم الرئيسي لها عسكريا وماديا ومعنويا ودبلوماسيا وإعلاميا وأقنعت معها الدول الغربية بأن هدفها هو إفراغ غزة هالهدف غير المعلن هل هذه الدول سيد أنور القاسم مستعدة ومن ضمنها الولايات المتحدة أن تتحمل هذه التكلفة التاريخية الغير أخلاقية إذا أما يحدث من قتل المدنيين بهذه الطريقة المحصية؟ نعم نعم مثلا ما جعل الولايات المتحدة تنسحب مثلا أيام ضرب هوريشيما ونجزاكي بالسلاح النووي وأيضا فيتنام رغم أن العدد من قتلوا في فيتنام أقل مما قدمه الفلسطينيون ما جعل الولايات المتحدة تنسحب وتغير هو الرأي العام المحلي والدولي تغير أنت هنا تلاحظ أن الرأي العام خاصة العربي متواطئ السياسي بالتحديد متواطئ مع ما يحصل حينما يجتمع الرئيس الأمريكي والقادة الغربيون فيما بينهم يقولون انظروا إلى العرب يعني ترى مظاهرات بلندن وفي مدن بريطانيا أكبر من مجموع المظاهرات في كل الدول العربية والإسلامية مجتمعة ما عدا مثلا باكستان وما عدا مثلا أندونيسيا وتركيا وبعض الدول الإسلامية الأخرى كي نكون منصفين لهذا جزء من المشكلة هو الصمت العربي المريب صمت إذا كان الصمت مثلا كانت القيادات العربية والقادة يعني في الغالب هم متواطئون بشكل علني أو بشكل غير علني أو بشكل غير مباشر لكن الشارع العربي أين الشارع العربي يعني عدم الاعتراض على المجازر ما يحصل من تفريغ غزة من تدمير البنية التحتية يعني إذا نظرت إلى بعض الصور صور الأقمار الصناعية الآن للأسف الشديد إذا تنظر إلى غزة يعني هي صور تتعدى وتتجاوز صور الحرب العالمية تتجاوز مدينة لايبزيك الألمانية التي سويت بالأرض يعني هي تذكرك بالحرب العالمية الثانية تماما إذا لم تكن أكثر خطورة لكن رغم ذلك لاحظي بالأعلام الغربي لا توجد صورة واحدة لهذا الدمار حتى يعني حينما يزور القادة الغربيون إسرائيل أول ما يتحدث عن ضرورة إطلاق الأسرة كلهم مئة أسير فلسطين لديها عشرات الآلاف من الأسرة لا أحد يذكر هؤلاء لماذا؟ لأنه لا بواكية لهم ليس وراء هؤلاء من يطالب بهم خاصة بالنسبة للدول العربية